مين الفنانة اللي انت حبيتها حب 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 من خمستاشر سنة ستة كده يعني احنا كلنا بنحبها بس الحب اللي انت حبيتها يعني كان من مغشيش قلبك ورحت صرحتها بيها وهير كده هي فنانة كبيرة جدا بس هون شايف ان هي ستة مظلومة جدا طبعا بس اولا اه نعم مفيش حد فينا محبش الحب الاول في حياته يعني الفلاتوني ده نبطل اه اه الفلاتوني انا تقريبا عمري محبت حب غير افلاتوني ليه عشان انا لسه كنت بقول لحضرتك انت كل حاجة تعملها من قلبك كلامك من قلبك طريقتك من قلبك انا عندي فكرة كانت مسيطرة علي لا يعني انت حبيت كتير يا استاذ علاء ان انا لما امسك يعني ما ينفعش امسك ايد حبيبتي على فكرة اكسف حبيبتك مين يا استاذ علاء انت متجوز بقالك كم سنة انا متجوز دلوقتي بقالي تقريبا ستة وعشرين سنة ستة وعشرين سنة حبيت فيهم يعني حبيت ثلاث مرات يعني مرتين لا 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 اكتر من اربعين مرة خمسين مرة حب بس الحب الحقيقي اللي بيبقى اول مرة خالص مع حياتك ده حب رهيب جدا واللي فيه القلم وفيه الاهتداء وفيه مفيش نوع وفيه عبدالحليم كتير وفيه مش عارف ايه ده حصلني في المراهقة ولكن ان انا اعيش اعود احب بنفس الطريقة سنين طويلة لحد ما ارتبطت في ذهني طول الوقت من وانا صغير الفنانة العظيمة ميرفا تأمين هو حبها بجنة بصدق وما زلت بحبها جدا ولكن انا عندي حب لها مختلف وهو حب النجمة وحب الانسان وصرحتها طبعا انا قلت لها وما زلت اقول لها بفخر بحب هزي السيدة العظيمة وطبعا انا ما عنديش طموح ثاني لان انا بحبها وبس انا بالنسبة لمرات حضرتك ايه ايه لاحيانا بتيجي في الفيلم او حاجة تروح بالصالح دي مصر والعالم كله بيحبها والوطن العالمي انا عندي خصوصية في هذا الحب لسببين سبب اول من هي انسانا مع شرتها سنة في منتهى الاخلاق الحميدة منتهى الرقي في التعاملات مع كل البشر منتهى الرقي مع الكائنات الحية يعني القطة الكلب زو بتبص لهم نظرة حب عجيبة جدا ستة عندها مشاعر غير عدية ستة وانا قاعد معها احنا بنقعد نتكلم فبتيجي سيرة فلان وفلانة انا بس معتهاش بتتكلم على حد بس حيك باشوة الدلك ان امراتك بتتفرج عليك بالوقت احنا عديها يعني الفنان عليها مرثي بيحب مربط عمينة على امرات انا طبعا طبعا شكلك بسباص يا أستاذ عامل انا بسباص فعلا انا احب السيدات جدا عادي كده صار خطر احب السيدات جدا احب الولسة يعني ايه بس بصوة بيقدر الجمال بص يا عموما بيقدر الجمال يا رانا بقى لما تحب تقلب الحاجة لا معلش أنا معاك بس أقولك على حاجة أنا كان مثلاً إخواتي وأهلي يقولولي أن أنا ابن أمي يعني إيه ابن أمي يعني أنا مش معلقة كده محب شابوية بس أنا عندي أمي دي موضوع بس فكرة فهي غرزت فيك الحب الأنسة